طيب أنا حقول لحضرتك حاجة وزارة الداخلية بعد فيلم التحرش الجنسي 3-7-8 كان في إحصائية عندهم بنسبة التحرش 6-7-8 6-7-8 بعد التحرش وبعد فيلم التحرش اللي حضرتك بتقولي عليه النسبة دي زادت بنسبة 500% والإحصائية موجودة في وزارة الداخلية ممكن تسألي عليها الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا وعلى الفيلم السبب نعم يا فندم حضرتك لا 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 ما عليش الإحصائية موجودة والجرائم بتزيد يعني بعد حضرتك عبد وموتة بعد عبد وموتة ابتدت نسبة البلطاجة زادت ابتدت نسبة التحرش تزيد اعتقد الفيلم اللي هو ابتدوا يعملوا كباريهات في السينما سوز احمد السوبكي ومحمد السوبكي اللي قولك الراجل مش قادر يخش كباريه طب ما اندخله كباريه ببلاش دي طريقته هدي اول مرة سينما تقدم كباريهات ده زمان كل افلامنا فيها بار يا فندم كانت الرقاصة محترمة كان الرقاصة الرقاصة كانت محترمة مش مبتزلة انتو دلوقتي الفن دوت سبب فساد مصر وانا حفظل امسك القضية دي لاخر يوم في عمري انتو فسدتو المحامي انتو رقاصة مين بس بقصد كل صناع الفن اللي في مصر يعني مش معقولة وانت بالنقد الفني من اعمدة صناعة الفني على فكرة انا قلت لحضرتك قبل ما خش قلت لك النقد السينماي زي زي النشط السياسي بالزبط ابقى بحرق التجمع المجمع بحرق المجمع العلمي ويجي في الاخر يدافع واحد زي دوما يقولك لا ودي حرية الرأي نفس الحكاية شايفة في السينما دي حرية التعبير حرية التعبير ليه دايما الحرية بترتبط بالفساد او حاجة مفسدة او تقولك ان انا بغير وانت ما بتغيرش انت بتدمر بدون ما تشعر انت بتكشف يا عمر يا فندم انا مش بكشف انا زمان كان فيه احترام يا فندم انت دمرت التعليم بمدرسة المشاغبين دمرت علاقة الاسرة كلها بالعيال كبيرة على فكرة كلام اللي انا بقوله ده قاله عالم اسمه مصطفى محمود من 30 سنة او موجود على اليوتيوب بطور مصطفى محمود قالك انتو بتتحكوا علي بزبط نفس اللي بقوله الاسرة غياته اكلم عايز اقولك حاجة مدرسة المشاغبين دي بالمناسبة المصرحات اللي اتعملت في السبعينيات في فيلم مأخوزة عن فيلم اتعمل في الستينيات فيلم امريكي انا مالش حراقة بعودة الخواجب لو سمحتوا يا جماعة بلاش انا دايما بسمع كامل ما هو بره بيعمله ما هو بره بيفسدك هو ده اللي بيض حضردك يا فندم بيجيب رجل المطافي بره رجل المطافي بينكز قطة بيعلمك الانسانية ورحمة عمر 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 لا 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 نتعود ان احنا نسمع بقى يا فندم انا بسمعك بس مش عايزة مش عايزة خلينا اكمل خلينا احميش رأيه بقى عمر ما نضللش رأيه العام خد بقية نظريتي خد بقية نظريتي لو كان المسرحية لو كانت مسرحية كان الفيلم الامريكي اللي اتعرض في الستينيات كان تدمر التعليم في امريكا التعليم في مصر زي الزفت كويس مش بسبب مدرس المشاهبين بسبب المنظومة خاطئة مش بالمدرس المشاهبين يا فندم هو هناك في مدرس لحضرتك الفيلم اللي بتقول عليه ده عالج المشكلة المشهد وراء المشهد يعني شفت مهارد السجينات بيقول لك ايه بيقول لك طب هاد نموذج طيب هاد نموذج كويس حضرتك هنا الفن في مصر بيعرض المشكلة كلها وبيجيب الناموذج السيء وفي اخر المسلسل يعرض لك الناموذج. انت شايف ده متعمد انت بتقول فيه تعمل لتدمير كل المعنى. طبعا. الراجل اللي بيكتب السيناريو يا فندم. اللي بيكتب السيناريو لازم يجيب للعيزة بعد المشهد التاني. عشان افاهم المتلقي ان اللي حصل ده غلط. ما هو ما بكتبش مقالة يا عم. طب وامريكا بيعملوا كده. في افنان سياحية. بامريكا. امريكا بتعمل كده. امريكا بتجيب راقه للمطافي بينقز قطة. عم. تعلمك الرحمة. بتعلمك ازاي تبقى انسان. يجيب لك الرجل اليهودي اللي بينقز العالم. يجيب لك الجندي الامريكي اللي هو لا يختارك رغم ان هو ما فيش حرب فاس فيها. في افلام دعائية فعلا. بتتعامل في مصر وغير مصر. واحنا بقى مفروض ما نعملش افلام دعائية. تركيا النهاردة تاخد منك السياحة في الشرق الاوسط وتخلي العرب كلهم يروحوا ليها. رغم ان عندهم فساد في الدولة. العبدالك بلحل للاطراق. يعني انا اللي بتكلمه ده. مش واحد بيقول كلام. انا بلحل للاطراق. اه. في اماكن عشوائيات في تركيا بالهبل. لكن الاعلام ما ظهركش. بس ايضا ايضا ايضا. ليه بقى مسلسلاتنا? وعلى فكرة. امبراطورة مين? اه في انتاج قطري جواه. يعني دلوقتي انت بتتحارب سياسيا عن طريق مسلسلات وافلام. بقى ترويت مين? طب خلينا اهبل مسأل بسدار غدا. حرام حرام الفلوس دي كلها ما تصرفش في حاجة لبناء البلد وتحفيز الناس عالعمل. هاي هيكتزق مشهد. يقولك انه المشهد بتاع المطار دا ما فيوش اي حاجة ضحك. خلص اوما فيه الناس ضحكت عليك. لا مفيش. ما فيش حد. يعني شوفت كل الناس. لا لان مصر مشكلة. حتى لو ده موتيق. حضرتك لو رحت في مطار برشلونة هتلاقي اسخم من كده ما ظاهرهوش ما ظاهرهوش هم بيظهروا الحاجة الحسنة في بلدهم حضرتك دبي عملوا اتنين ميديا دبي النهاردة بتاخد السياحة من العلم العربي كله شطار ايه عقوب سجاير في دماغها عاما هتستيح دلوقتي مين اللي دلوقتي من المصريين عايز يرجع مصر يقولك مصر بلد زبالة مين اللي العرب ممكن يجي يقولك بلد زبالة ليه؟ يعني ليه؟ هو مش هيشوف السجاير هو ما هو اسوأ حضرتك احنا نشرنا ثقافتنا المصرية وكنا يعني 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 خدنا الرياضة المصرية بشوية افلام ومسلسلات زمان اللي كانت بتتصدر للعرب كانوا بيشوفوا مصر بشكل كويس حضرتك ما ينفعش ندافع عن الفساد سبب فساد مصر فنها لو النهاردة انا ما عنديش بديل طبعا انا ما عنديش بديل النهاردة لازم امنع ليه؟ لان ما عنديش بديل زمان كان فيه بديل قل انت حضرتك بتقول لي ان انا عندي ناس بتعمل مسلسلات بالشكل ده او افلام بالشكل ده وفي بديل لها دلوقتي ما بعيش عندي بديل والسينمات تحتكروه طيب نخلي بالو سيصري شوية اتكلم لا تمارس كامعا عليك بس أولا الاحصايات اللي بيقولها عمر مع كل تقدير لها اكيد احصايات مستحيحة انه مثلا يقولك ستمية فيلم مش عارفة في الالف زادت نسبة التحرش بعد ستة سبعة تمانية اللي هو عمقه ايه الفيلم ده والفيلم ده مفلام المهمة الحقيقة كان بقاله اربع سنين الفيلم ده ضد التحرش الفيلم ضد التحرش بس عشان تبقى ضد التحرش وبيقدم حتى الابعاد النفسية وبيقدم ما هو اكتر من ذلك ازاي البنت تحمي نفسها لما حد يتحرش بيها فانا بستغرب اولا من انه يذكر احصائية بعد الفيلم حضرتك اختصى بالموزيعة في مدان التحرير الفضاحة مصر كلها في العالم كله اولا اولا فتاة العتا بقى كان فيه اختصاب من ثلاثين سنة عملنا سمعنا ان فيه موزيعة اختصبوها في التحرير ايه ما كانت موزيعة امرأة انا ديتك وقعة وقعة شاهدتك وقعة عادي عادي يعني عادي الاحداثي بتحصل كتير قبل يعني ملاش علاقة بالفيلم هو رايا وسكينة انا ما شوفتهاش غير بعد الفيلم احنا عندنا اقتصاد بيتدمر بسبب شوية مسلسلات الستة المصرية دلوقتي بقت سمعتها زي الزفت في الخليج زي الزفت فلازم يعاقب احنا عايزين اعرف بقى المنتجين دول فلوسهم جاية منين مين اللي بينتج مين وراء الكواليس اللي بينتج لنا المسلسلات دي عشان تشوي صورة الستة المصرية مين اللي في وزارة الداخلية بيدي تصريح ان ازاي بتاع وزارة الداخلية يطلع الاقي شوك لوزارة الداخلية وفي النص الاقي كله تدمير لوزارة الداخلية مين في وزارة الداخلية بيدي تصريح للمسلسلات دي عايز اعرف ما هو يا وزير الداخلية يا اما تقفل موضوع ان ازاي ده ما يطلعش اللي غير بواحد فاهم يعني ايه اللي هو وعي عند الشعوب ويتكلم بشكل كويس ويدي تصريح في حاجة تفيد الداخلية او يطلع السيء والكويس في نفس المشهد يا اما تطاعه بقى موضوع ان وزارة الداخلية تطلع في المشاهد لان انا ما ينفعش ان انا عمال بتشحن من وزارة الداخلية طول مسلسلات رمضان الستة المصرية طلعها عاهرة طول مسلسلات رمضان الشباب كله مخدرات طول مسلسلات رمضان النهاردة بوتن بوتن روسيا رئيس روسيا طلع قرار ممنوع الالفاظ السيئة في المسلسل او في فيلم او في ازاعة واللي يعمل غير كده يدفع غرامة انا مطالب دلوقتي بقوانين وزير السياحة النهاردة انت بتتصرف فلوس كتيرة من ضرائبنا لو سمحت ترفق عدية على المسلسل ده ولو ما رفعتش عدية على المسلسل ده ما تعملتش خلاص بقى مؤتمرات طيب مش محتاجة مؤتمرات يعني الحقيقة التطرف قوي في الحالة اللي بيعبر عنها انا مش متطرف انا راجل فنان انا بعمل مزيكة وناجح مش فاشل عشان يقوله بس ايه وناجح الحمد لله وملحم في العالم كله عشان محدش يقولك اصله ايه اصله بيغير ما بغيرش